رحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله معكم وانس أحمد حل أسل السرشادية خاصة برياضيات للصف تاني تنوي المنهج الليبي الحمد لله طبعا هذه أسئلة خاصة برياضيات أعتقد للمنطقة الشرقية وليس الغربية فأتأكد بموضوعها وأنا جتني الأسئلة فأنا بنجاوبها فدالسين تساوي 3 في السين ناقص 1 دالسين بتساوي 3 في السين ناقص 1 فإنه دال 3 تساوي 8 معناها الدال عنده سين بتساوي 3 بتساوي 8 فنعوضه بقيمة 3 هنا ونشوفه الدال عنده سين بتساوي 3 تساوي 3 في 3 ناقص 1 نعوضه بدل السين بتلاتة إذن دال الدال عنده سين بتساوي 3 3 ناقص 1 بتنين إذن بتساوي الدالة عندما سيب تساوي 3 3 في 2 بتساوي 6 إذن تساوي 6 وليس 8 فالإجابة خطأ نمشي السؤال اللي بعده قال لك الدالة الدالة صاد تساوي سين تربيع نطاقها حا ومداها سفر وما لنهاية صح أو خطأ نعرف إن النطاق هو عبر عن قيم سين والمدى هو قيم صاد النطاق هو قيم سين بينما المدى هو قيم صاد قال لك اللي صاد بتساوي سين تربيع نطاقها حا لها سين تكون أعداد حقيقية والعداد الحقيقية نعرفه إلاً على الأعداد السالبة والمجابة وقال لك مداها اللي هو صاد اللي هو سفر وما لنهاية فالنجزر نرسم الرسمة نرسم الرسمة رسمة الصاد بتصويصين تربيع بالكيفية هذه إذا نلاحظ أن النطاق متاعها اللي هو قيم الصين نلاحظ أنها عبارة عن مجموعة العدد الحقيقية سواء كان الموجب أو السالبة اللي هي العدد الحقيقية إذا نطاقها حا صحيح نطاقها حا صحيح بينما المدى اللي هو قيم الصاد قيم الصاد يمشي من السفر إلى ما لا نهاية بالموجب إذا المدى هو من سفر إلى ما لا نهاية هذا شنوه المدى بينما النطاق النطاق اللي هو يمشي لاحظوا كيف يمشي بكيفية هذه يعني سين يمشي بقيم موجبة وسالبة هي عبارة الحقيقية موجبة وسالبة إذا النطاق هو حا فالإجابة السؤال صحيحة لأن النطاقها حا ومداها من سفر إلى ما لا نهاية بالموجب كويس نمشي السؤالي بعد قيمة 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 النهاية نها صين تقول إلى ناقص خمسة لشني لصين زائد خمسة صين تربيع ناقص خمسة وعشرين يساوي ناقص خمسة ناقص خمسة هذه عبارة فرق بالمربعين اللي هي صين زائد خمسة وصين ناقص خمسة اضرب بعضهما سين تربيع ناقص خمسة وعشرين تمشي الصين زائد خمسة مع الصين زائد خمسة سين تقولي ناقص خمسة وكيف يلقب بحضة سين ناقص خمسة نعوضه بالناقص خمسة الداخل فتساوي واحد على ناقص خمسة ناقص خمسة ساوي واحد على ناقص عشرة اللي هي نفس اللي يعطيها بالزوت إذا إجابة السؤال صحيح إجابة السؤال صحيح